بسم الله الرحمن الرحيم دعوني أتأمل معكم هذه الدراسة العلمية توصلت دراسة أجراها فريق من الباحثين في جامعة كوليج لندن إلى إمكانية وجود صلة بين الإصابة بالاكتئاب وتناول الأغذية المصنعة فالذين يتناولون كمية أكبر من الخضروات والفواكه والسمك هم أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب سبحان الله لذلك ينصح الخبراء بعدم تناول هذه الأغذية المصنعة وأن يركزوا في غذائهم على الأغذية الطبيعية قال تبارك وتعالى فاكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون سبحان الله وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون سبحان الله يعني أنظروا القرآن يأمرنا أن نركز في غذائنا على الطيبات التي يعني تفضل الله بها علينا وكلها أشياء طبيعية مثل الخضار والفاكهة واللحوم وغير ذلك الطبيعي أما كل ما عبث به البشر من أغذية مصنعة وجبات سريعة والأغذية المعلبة هذه التي تحوي مواد حافظة وغير ذلك كلها فيها أضرار ليس على الجسد بل على الحالة النفسية أيضا لذلك لا نملك إلا أن نقول الحمد لله الذي قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والحمد لله رب العالمين حتى يتبين لهم أنه الحق